هو الحديث عن الديان العرب البدو من عرب الشمال أكثر عدداً من الحضر وأعظم أثراً في تاريخ العرب السياسي واللغوي البدو من عرب الشمال أكثر عدداً من الحضر وأعظم أثراً في تاريخ العرب السياسي واللغوي والأدبي وهم أهل فطرة سليمة والذين في الجاهلية والدين في الجاهلية وهم أهل فطرة سليمة من هم؟ البدو هالعرب هالبدو العرب من خاص البدو هم أهل فطرة سليمة الفطرة نائية في الفطرة الإسلام يهتدي إليه الإنسان بالفطرة وليس هو الإسلام نفس أما الفطرة التالية للإسلام الفطرة هي ما ينشأ عن الإنسان قبل أن يخالط بشيء من التعليم وشيء من المؤولة الاجتماعية وما ينشأ عن الإنسان ولهذا في الحديث يولد المرض على الفطرة وابوه يهوذانه وينصرانه وفي الحقيقة هي واموش أو يهوذانه وينصرانه ويمجلسانه هذه الفطرة هي التي يدط طبيعة التي ينشأ عليها الإنسان وهذه الطبيعة هذه الفطرة التي كانت عند العربي فطرة سليمة هي التي تهدي إلى الطريق السوي وتهدي الإسلام وتهدي إلى جائ Grant والدين في الجاهلية كان أيضا دين فطرة إيمانا بالله وعملا للخير من غير نظام معين للعبادة والدين في الجاهلين نقول العصر الجاهلي لماذا يحدد العصر الجاهلي قبل الإسلام لكن الفترة كم من السنين تعد ليحسب العصر الجاهلي عده بمئة وخمسين سنة ما قبل بعدة الرسول بمئة وخمسين سنة هذا عصر الجاهلي ويطلق على اليوم بالعصر الجاهلي بالجاهلين وعصر فترة وفي الحقيقة فترة لأن في ذلك الوقت قبل البحث لم يأتي لا نبي ولا رسول ولا شيء فهو لا بفترة وأهل فترة هذا العصر الجاهلي الدين في الجاهلين هل كان منقطعا تماما أم هو موجود قال كان الدين موجود دين فترة أي الدين يهددون إليه بحسد فترتهم السليمة فيعرفون أن الله سبحانه وتعالى يؤمنون به ويخافونه ويحقون به ويعتبدون عليه ولكن لا على نظام معين العبادة ما كانش عندها نظام معين والتعليم معين وتقص معين يقومون بها با هكذا فترة سليمة أهددتهم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به ولكن بشيء من الغموذ كما سيتم فضلا يبني دكتر إذا قلنا معنيها عقبال للعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقمس سنة معنيها النجم لمشي للقول الذي يقولوا معنيها أبواء حسول صلى الله عليه وسلم في الجنة أنهم متولدوا في الفترة في الفترة والفترة ذلك وما كنا معذبين حتى نبعد رسولا والدين في الجاهلية قال دين وصل والدين في الجاهلية كان أيضا دين فترة إيمانا بالله وعمل للخير من غير نظام معين للعبادة إيمانا بالله إذا كانوا يؤمنون بالله ويعملون الخير وهذا يوردوا في أشعارهم وفي سيارهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم كثير منهم ولكن بدون نظام دينات الأخرى دين الإسلام والدينة الأخرى اللي تمها تقوس وتم عبادات وتم أوامر وتم نواهل وتم سلوك وتم معين شيء لقدمنا هم دين فترة يهتدون به إلى الإيمان بالله ويهتدون إلى أن عمل الخير هو المفيد ولكن لا يتقيدون بنظام معين في سلوكهم وفي عباداتهم وفي تعاملهم منعهم وليذلك لسيذي هم عبد الإسلام يعني هم شقارهم إلى الله يعني هم كبير هم سيئتين في النص سيئتين في النص من غير نظام معين للعبادة مع شيء من خوف الله والثقة به قال أثنون التغلب وهو شاعر جاهلي قديم لعمرك ما يدر مريء كيف يتقي إذا هو لم يجعل الله له واقيا هذا إيمان بالله في هذا البيت الجاهلي البيت الجاهلي لعمرك أقسم لعمرك ما يدر مريء كيف يتقي إن لم يجعل الله له واقيا بمعنى أن الحافظة والواقيا من هو؟ هو الله وإذا لم يق الله عبده فلا حافظ له مش حافظة هذا إيمان بالله بأن الحافظة والوقاية من جانب الله عز وجل وإذا لم يحفظ له عبده فلا حافظ له مهما فعله وهذا يذكرنا ببيت البصير عندما يقول وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطمي إذا كان الله وقع الإنسان وحفظه فإنها تغنيه عن كل الأسلحة وكل الوسائل التي يجابل بها الشدائد ويجابل بها الأخطار مقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطمي وهنا إذا قال إذا لم يحفظ الله الإنسان فلا حافظ له هذا ما الفكر الفكر ما فكر إيمان بالله فكر إيمان بالله عز وجل ولهذا جعل المقاية والحفظة لله وليس للعبد أنا وقال عبيد بن الأبرس في معلقته من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيبوه كذلك هذا احتراف بما بأن العطاء من عند الله وهذا دليل عن الإمان بالله من يسأل الناس يحرموه الناس هذا فكر إيماني اهتدى إليه العرب بمالا في الفترة السليمة من أجل ذلك لا نستغرب وجود نفر في الجاهلية كانوا يعرفون بالحنفاء وكانوا ورعين سلكوا مسلكا دينيا عاقلا ومسلكا أخلاقيا حميدا ودعوا من حميد ورعين ما هو الورع خوف الله خوف الله وتقوى والبعد عن الرذائل والبعد عن الشبهاء هذا الورع مسان الورع أي تقيل يخاف الله كان في الجاهلية عاب ونفر قال وقل وين كانوا قل كانوا يخافون الله وكانوا لا يملون إلى المنكرات وإلى الرذائل التي كانت موجودة في الجاهلية ومباحة عندهم هؤلاء يتورعون عنها ويبتعدون عنها بل ويدعون من غيرهم إلى الابتعاد عنها إلى ترك العادات الفاسدة كالثاري وواد المناتي وشرب الخبر والميسر وغيرها من المبقات التي كانت مشاعة في العصر الجاهلين أنا ودعوا من حولهم إلى هجر الأوثان وترك مساوئ هجر الأوثان ذي مركز ومفردات الذهين بتعطين المعنى هجر الأوثان معنى هجر الأوثان ترك المثان ترك المثان هجرهم هجرهم هجرا الجميلة الهجر هو ابتعاد ابتعاد عن الشيء وتركه وترك مساوئ الجاهلية من الخمر والميسر والثأر ووعد البنات هجر الأوثان سيدتي ما قالتش الكفر بالعصير قال هجر هجر ترك هجر كيم كيم هجر بمعنى معنى كان يفعل فيه سابقا طبعا هم يفعلوا فيه هم يفعلوا فيه وهم لقد دعاهم إلى هجرها هم كانوا يفعلون هذه المناكة وهؤلاء النقر الذين هم الحنفاء يدعونهم إلى ترك هذه المناكة وهذا يدعونه إلى هجر المؤدي البنات هجر شرب الخمر هجر الميسر هجر كل الخبائق والرذائل كما قال الله سبحانه وتعالى قول رشي سفاجر أي قول رشي سفاجر وحفظ حاجات جاهلية موجودة والإسلام أقرها الإسلام أقرها الإسلام هذا أقرها الإسلام هكذا أثرتين بعض الفقرات ذلك أقرها الإسلام ويكان إلى الجاهلين أقرها الإسلام كثير من الأشياء في الجهلية طبعا الإسلام قرى الحسنات وأبعد السيئات المناكل أبعدها والأشياء التي توافق الفطرة السليمة وتوافق العرف السليم والعرف السليمة هي صالحة سواء كان في الجهلية والإسلام أو غيرها دائما هي صالحة ولكن الإسلام أبعد أبعد الرذائلة والمناكرة والإخلاق الفاسدة وترك وأضاف أشياء جديدة لم توجد في العود السابقة وحسن ما كان موجودا وألغم الفاسدة كيف أصبحت الوثنية دينا للعربي هذا عسر كيف أصبحت الوثنية دينا للعربي نتحدث قليلا عن هذه الوثنية ثم ننتقفها في النص الوثنية ما هي هي عبادة الأوثان من الأصناق وأنتم تعرفون أن جعفر بن قطالب رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة وسأله النجاشي عن الدين عن عهد الجهلية قال له كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام هذه الحاجة في العبادة نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسفك الدماء ونشرق الخمرة ويعتدي القوي مننا على الضعيف هذه كانت موجودة في الجاهلية لكن ليس أولئي النفر الذين هم ورعين لا غيرهم من الأهل الجاهلية كانوا على هذه المناكر العبادة هي عبادة الأصنام وكيف سرت عبادة الأصنام العربية ليست جديدة ليست قديمة عندهم وإنما هي مرتبطة بفترة قالوا لما تغلب عمر بن الوحي على قبيلة جرهم التي كانت تحكم المكتة تغلب عليهم وكانت الحروب تباع سجال طرحة هذه القبيلة تغلب تحكم طرحة القبيلة فتغلب كما نوع الأحزاب اليوم في كل عصر وفي كل بلاد فتغلب هذا عمر بن الوحي على قبيل جرهم فأبعده منها وطرده منه وتولى هو حجابة الكعبة حاجب حجابة الكعبة وظيفة الكعبة وهي الحجاب كبه السقايا كبه غير ثم أنه بعد ذلك مرضا فذهب إلى الشاب إلى البلقاء مكان يقول للبلقاء أين تقع البلقاء هذه في الشاب في لورنن بلغز تابع لورنن ذهب إلى البلقاء فوجد مكانا حمة يستحبون بها كيف عيد كبه الماء ليس يستحبون بها فاستحمى كان مريضا فشفيا فسأل وكان أهل شامي يعبدون الأصناع فسألهم عنها فقالوا هذه نستسقي بها المطر الأصناع نطلب بها المطر نطلب على الأ المطرة ونستنصر بها على العدو بها ننتصر على العدو أي بواسطة هذه الأصنام تأتينا المطر وبواسط هذه الأصنام نطلب النصرة فننتصر بزعمهم فأخذ مجموعة منها الأصنام وعاد بها إلى مكة ونصبها حول الكعبة لماذا نصب حول الكعبة لعبادتي مدامه واعتقد وأنها يستسق بها المطر وأنها انتصروا بها على العدو وأنها هي كل شيء فنصبها للكعبة وللعبادتي فعبدها العربي أصبحت معبودة للعربي وتسروا بأسمائها ولهذا نجد كتب عبد يغوث عبد اللاتي عبد العزة عبد منات عبد تير وغيرها من الأسماء كلها كانت تسمى باسم الأصنام وحجوا لها قبائل العربي الأخرى حجوا إلى كعبة لمباركة وعبادتي هذه الأصنام وذبحوا لها النبايحة فصار العرب من ذلك الوقت يعبدون الأصنام ولكن هل هي عبادة تامة أي أنهم يعتقدون أنها هي المولى وأنها هي الله عز وجل التي يعبدونه لا هم يعتبرونها مالا شفعاء 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 لهم عند الله ولهذا جاءت آية الكريمة واتخذوا من دون الله لها شفعاء وليها ما نعبدهم للي يقربون إلى الله زلفا أي أنهم لا يعتقدون أنها الله وإنما يعتقدون أنها تقربهم وتشفعوا فيهم عند الله يوم القيامة ولكن لما اختصقوا بها وعبدوها وكأنهم صاروا هي المقصودة بذلك وأنهم يرجعون أمورهم كلها إليها فيما يصيبهم من خير المشتر فصارت كأنها معبودة لهم وصاروا بذلك مشركين فكانوا مشركين لأنهم شركوا مع الله عز وجل هذه الأصنام وهذه الآلهة وإن كانوا يعترفون بأنها ليشت في الله ولكن لارتباطهم بها ولعبادتهم إياها والاعتقادهم في نفعها وضرها وأنها هي الفيصل في كل شيء صارت كأنها معبودة ولهذا كانوا مشركين لأنهم عبدوا مع الله أشياء أخرى هذه الأصنام والفضل هي في الأصل الأسلام كانت ناس صارحة تعبد ربي بعضك توافهم وله معناتها يتقلبون معناتها ليس يعبدون كانوا أولياء صارحين كانت ناس معناتها تشوفوا تنبخهم لا ربما بالعهود البعد المتأخرة ربما ما يقع في بعض البلدان الآن يعبدون الأولياء لأنهم صارحين ويعتبرون الولي الفلاني أو الولي الفلاني هم صارحة ولكن الناس يتقربون لكن مقد جميل هذا صنم أجب كيف الجاهلين القديمة في عهد نوح كانوا أولياء الصالحين أولياء الصالحين أولياء أولياء ليس هم يا فوتا وياهودا أي ونسرق أي ما ليس أي إن دلع عشرة مغادئة نعم إن دلع عشرة كون أي لكن هؤلاء الذين اتخذون الأصنام ما ربطهم شي بما كانوا سابقين هم اعتقدوا في ها الشي الصنم هل مصنوع المصنوع من طير ومصنوع من حجارة ومصنوع من شيء أمامهم يصنعونهم بل من العاكس ثم بعضهم كان يصنعوا إلهه من شيء من تمر وشيء مأكولات من مأكولات كان يصنع إلهه من تمر هل هذا كان هو الولي كان فإذا جاء أكله فإذا جاء أكله سيدنا عمر دابت حديث معنا كلما تذكرت الجاهلية تبسمت وبكيت معنا البكاء عندما دفل ترسل حياتها وهذه الرواية كذبت هذه الرواية موجودة للرواية ولكن بعض المحققين كذبوها كما بعض روايات كثيرة في أنا أخرى الجملة تغلب عمر بن لحين على جرهم ونفاهم عن مكة وتولى حجابة البيت بعدهم ثم إنه مرض فذهب إلى البلقاء من أرض الشام واستحم في حمة هناك فبرئا وقد وجد أهل البلقاء يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا نستسقي بها المطر وننتصع بها على العدوين فحمل عمر أصنام وجاء بها إلى مكة ونصبها حول الكعبة وعبد العرب الأصنام والأوثان بعد ذلك لكن لا على أنها الله بل على أنها شفعاء إلى الله فقد حكى عنهم القرآن الكريم والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفان أشار الشيخ المعشور في تفسيره إلى الآية المقرب قال وبين هذا نفس المعنى التي تقول لكم وقال لما ارتبط العرب بالأصنام فصارت كأنها المعبودة الحقيقة من الاتصال بها والارتباط بها والاعتقاد فيها ولهذا أصبحوا مشركين بها أنعم ولقد حج العرب إلى هذه الأصنام وذبحوا لها الذبائحة وأقسموا وأقسموا قيمانهم بين يديها هاي نادي أقسموا كما يقسموا أنا هاي نادي أقسموا فقال شي عظيم حتى اليمين محررتك كما يقسموا أننا الآن ساعاتنا يحب حلفون يزول الجامعة واللي يحب سياسة يزول القدامة للرئيس الجمهورية ويش ألف هم الشيء المعظم عندهم والشيء للهام هو هذه الأصنام ممكن بيحلف يمشي ألف على الأصنام الغوال بقي شيء من هذا أنا أجد الآن فعلا الناس يحلف ما يحلفاش بالله عزيزي ويقول يحلفا بالسيد مولا هاي أحط هز هز الولي يعني يحبش يحلم بالله وما يحبش يحلم بالولي معنى يحلم بالله حاند وما يحلمش بالولي حاند على الخطة يعتقد أن الولي كسر أو يعمل لحاجة نصر عبد المطلب بعني عبد المطلب وتيم ومنات وتيم اللات وزيد اللات وكان العرب إلى آخر وكان العرب يعتقدون أن هذه الأصنام أدنى مرتبة من الله حتما لكن مع ذلك يعتقدون أنها أدنى من الله مرتبة كما يقول مشاعرهم قال أوس بن حجر وباللات والعزة أوس بن حجر أوس بن حجر وباللات والعزة ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكبر من هذه الأصنام من هذه المعبودات والمتعددة والعزة واللات ومنات والتالي الله منهن أكبر ولكن هي أيضا لها قيمةها ولها مكناتها سيد يوم وثم في وقتك عند الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تم الجميع عند الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الممتاحه فرعوا في سفينة وبعد السفينة بدلت الأمواج معنا يتقلوا ما ينجيكم اليوم إلا الإله وكناديك السماء فمعني ذلك هم كم يحضوا الأصنام أما في اعتقادهم إلى الإله الحق هو لقادر بشي نجي وبشي يطعم وبشي يعمل هو الله ولكن ما يوصلوش عن الأسلام يشركوا ما يوصلوش أن الله هو كل شيء وماعدات لا يفعل وماعدات لا يفعل وماعدات لا يفعل